عنوان البحث سينمائية التصوير في دعاء الجوشن الصغير هذا الدعاء مروي عن الإمام الكاظم عليه السلام وهناك من يرويه أو يرويه عن الإمام الصادق عليه السلام قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال عز من قائل قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم ومن موارد استجابة الدعاء في القرآن الكريم قوله تعالى وإيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وهناك موارد كثيرة لا نخوض بها الدعاء طبعا البحث ينطلق من مقولة أساسية هي أن الدعاء استراتيجية قرآنية ثقافية تغييرية تصحيحية تحاول أن تستبدل أنساقا ثقافية بأخرى طبعا هو يمثل أحد الأسلحة لمواجهة الثقافة ثقافة ما قبل الإسلام أو العيوب الثقافية التي شكلت أنساقا متجذرة ظاهرة ومضمرة في الخطابات وخاصة في الشعر بوصفه ديوان العرب وحامل ثقافتهم وسادنهم أول تأصيل إسلامي بفلسفة الدعاء وبنيته وتشكيله وأدبه ومضامنه نجدها في الكتاب العزيز القرآن الكريم بمستويات وتجليات وأساليب ومباني متعددة انطلاقا من القرآن الكريم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمة المعصومون بالشروع ببناء استراتيجية قرآنية الدعاء أحد أركانها طبعا لمواجهة الثقافة السائدة ثقافة إعلاء الأنا الفردية والعصبية القبلية المبنية على أعراف وتقاليد غير منطقية فكان الدعاء أحد أهم المنطلقات الثقافية في المواجهة تلك مع مواجهة بنية العقل السائدة المتمثلة بالعقل البياني الشعري حيث كانت ثقافة المجتمع ثقافة شعرية بما تحمله هذه الثقافة من عيوب نسقية ليست كلها لكن هناك عيوب نسقية تؤثر على بنية المجتمع وعلى صناعة الفرد وبناء شخصيته ومن بين العيوب التي تغرسها هذه الثقافة هي الأنا المتضخمة والمبالغة والأفراط وأحياء العادات والتقاليد التي نبذها الدين الحنيب وهناك صور مواجهة ثقافية كثيرة نعرض لها إذا بقي هناك وقت نجد أن أهل البيت خلفوا تراثا ثرا في الدعاء فهناك سلسلة مترابطة ودعية مأثورة تبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنتهي بالإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن المهدي عليه السلام وقد أولوا هذا الاتجاه عناية كبيرة وجاءت غزارة الدعاء في بعض مفاصل التاريخ الإسلامي بناء على الظروف التاريخية والنشاط الثقافي وطبيعة المواجهة وتمثل ذلك في عهد الإمام السجاد عليه السلام فقد عمل الأمويون على بأث الثقافة الجاهلية وأحياء شعر العصبيات القبلية والنقاض والمنافرات وبث الضغائن والأحقاد فراء الإمام السجاد عليه السلام ورورة إيجاد أرضية لمواجهة ثقافية ترتكز على استراتيجية قرآنية تعمل على تغيير الذائقة من الشعرية إلى القرآنية واستطاع أن يمد جسور متينة ويفعل فضاءات ثقافية مختلفة تركت أثرها على الموروث الأدل ولابد من أن يكون سلاح المواجهة سلاحا فعالا ينطلق من منطلق الفضاء الثقافي الراسي في المجتمع وهي ثقافة النص الشعرية التي كانت سائدة أنذاك وأن يبزها بما أنه الثقافة الشعرية ثقافة تقوم على الجماليات لا بد أن يكون السلاح المواجه سلاحا ينطلق من نفس المنطلقات بمضامين مختلفة لكي ينسخ العيوب النسقية وأن يبزها في جماليته وبلاغته ولغته العالية وأن ينسخ المضامين الثقافية الثاوية التي تتناقلها الخطابات الشعرية ويغذيها الشعر ويحافظ على حراستها وتمكينها في المجتمع ومن هنا فإن الدعاء بوصفه استراتيجية قرآنية ثقافية كان قد حمل أقصى درجات البلاغة وأعلى المسارات الجمالية في الخطابات مع حرصه الشديد على تكريس مضامين قرآنية وجعلها ثقافة مجتمع ونمط حياة بدلا من الثقافة الراسية الثاوية والتي ما زالت بعد بعض مظاهرها موجودة في المجتمع مع الأسف ومن هذا المنطلق فإن جاء دعاء جوشن الصغير أحد الاجئة المهمة بكثافة بلاغية وجماليات نصية عالية طبعا هذا الدعاء في وصف الدعاء ودعاء جوشن من الاجئة المهمة جدا مروي عن الإمام الكاظم كما أسلفنا يتألف الدعاء من 19 مقطعا متعددة منها دفع كيد الأعداء بغي الباغين دفع الحسد دفع العدو دفع البلاء ذكر نعم الله إلى آخره يعرض الدعاء في مقاطئه جدلية مهمة في بنية الإنسان وهي جدلية الوعي واللاوعي جدلية المعنوي والمادي جدلية الأسباب والمسببات الطبيعية والأسباب والمسببات غير الطبيعية جدلية رؤية الإنسان لنفسه وحياته والرؤية الكونية له هذه الأفكار وغيرها يعرضها الدعاء المبارك بمقاطئه ومشاهده المختلفة الدعاء مبني على طبيعة مشهدية سردية لأحداث وابتلاءات يبتلى بها بعض الناس وينجوا منها آخرون والدعاء بمجمله تذكير للغافلين عن موارد رحمة الله جل وعلا الخفية ودفعه البلاء عن العبد من حيث يشعر أو لا يشعر ويعرض جزءا يسيرا من هذه الموارد كنماذج لتذكير الإنسان وتصويب رؤيته نحو نفسه ونحو ربه خالقه جل وعلا يقوم الدعاء على تفعيل استشعار الإنسان لما هو فيه من خير ورحمة وعافية وتذكيره بما قد نساه أو تناساه وعده شيئا طبيعيا أو استحقاقا واجبا بسبب قصور رؤيته فيأتي الدعاء ليعرض الوجوه الأخرى المحتملة لحياة الإنسان بما فيها من شقاء وعناو مكابدات وابتلاءات وهي ليس ببعيدة وإنما يراها الإنسان ويسمعها في كل يوم وهي تصيب أقرانه طبعا الموضوع الذي درسناه سمة من سمات هذا الدعاء اللي هي سينمائية التصوير أحد أهم القيم أو السمات الجمالية في الدعاء دعاء الجوشن هي سينمائية التصوير وتشكيله النصي الدرامي المشهدي السردي القريب من السينما فحينما نقرأ مقاطع من هذا الدعاء المبارك يشعر المتلقي وكأنه يشاهد مشاهد سينمائية سنذكر بعض المقاطع فيما بعد كما نعلم أن الصورة في العمل الأدبي هي لب العمل الأدبي وهي ميدان بحث لكثير من الرسائل والأطاريح دعاء الجوشن الصغير من النصوص التي تحمل كثافة في التصوير والتسمى التصوير في دعاء الجوشن الصغير بسمات كثيرة أهمها هي سينمائية التصوير التصوير في دعاء الجوشن الصغير ينطلق من الفنية البيانية إلى السردية المشهدية إلى السينمائية وهي مغزى الدراسة والدراسة تقوم على إجراء افتراضي تحليلي لرصد العناصر السينمائية المفترضة وتحليل الدعاء المبارك وما يحمله من معطيات وإشارات ذات طبيعة نصية في ضوء التقنيات السينمائية الدراسة تعرض الصورة انطلاقا من بلاغة النص إلى بلاغة السينما أو جدلية بلاغة النص وبلاغة السينما فهي إجابة عن أسئلة متعددة منها كيف ستكون الصورة النصية في طبيعتها السينمائية وما هي آثارها على المتلقي وما التقنيات التي ستقوم بتنفيذها وكلامنا ينطلق من أرضية وهي قد ذكرناها في تمهيد الدراسة وحدة المنطلق تداخل الفنون ووحدة المنطلق للفنون ووحدة الهدف فالفنون جميعها أرجعها أرسطو إلى المحاكات وهدفها جميعا يرجع إلى التأثير في المتلقي وتأثير وعيه ومدركاته وصوره عن الحياة طبعا نقرأ مورد من مواردها أو مقطع المقاطع هذا الدعاء في الجهاد قول الإمام عليه السلام إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح يقاس الحرب مباشرة القتال بنفسه قد غشيته لأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح وآلة الحرب يتقعقع في الحديث قد بلغ مجهوده لا يعرف حيلة ولا يجد مهربا قد أدنف بالجراحات أو متشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل يتمنى شربة من ماء أو نظرة إلى أهله وولده لا يقدر عليها وأنا في عافية من ذلك كله طبعا هذا المقطع وغيره من المقاطع تجلياتها ومصادقها واردة وحدثت في القتال مع داعش الإرهابي يعني نجد كثير من صور المقاتلين وكيف يواجهون العدو إذن هذا المقطع نجد أن هذا المقطع يجسس صورة سردية درامية مشهدية سينمائية متحرك تمتزج فيها الرؤية البصرية وحاسة السم والحركة والأصوات والجهد المضاعف والحركة النفسية واصطراعات النفس من أمنيات ورجاء وتأمل وخوف ومجالدة وإقدام وخطط حرب وحالات احتضار إلى آخره هذا المقطع القصير يجسد هذه الصور وهذه المشاهد أيضا من المشاهد أو المقاطع المهمة التي كانت من مصادقها في الأشهر الماضية الزلازل التي حدثت في سوريا وتركيا هذا المقطع يجسد بعض مصادقها قوله عليه السلام إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منجحرا في مضيق ومخبأة من المخابر قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا منجا ولا مأوان وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك هنا نجد الموت والدمار والتشرد والخوف والرعب كل هذه المشاهد طبعا التي صورتها والتقطتها كاميرات المراقبة وسائل الإعلام حول الزلازل والخراب والدمار والانهيار والرعب والتشرد والموت والرهب إلى آخر نجد مصادقها في هذا المقطع الصغير من دعاء الجوشين الصغير قامت دراستنا على تمهيد ومحاورة خمسة التمهيد عرضنا فيه جدلية العلاقة بين الفنون طبعا هو أنوانه أنوان التمهيد تداخل الفنون وعلاقة الأدب وعلاقة الأدب بالسينما عرضنا فيه جدلية العلاقة بين الفنون وتوصلنا إلى أن الفنون جميعها تشترك بخط شروع واحد وتنتهي إلى غاية عامة واحدة مع اختلاف الوسيط الناقل لوصف الفنون أنها رسالة من مرسل إلى متلقي عبر وسيط الناقل المحور الأول طبعا المحاورة الخمسة هي في التطبيق الإجراء المحور الأول حجوم اللقطات وتنقسم إلى لقطات قريبة ومتوسطة وبعيدة ولقطات عامة وواسعة المحور الثاني حركات الكاميرا وفيه الحركة العمودية والحركة الأفقية الاستعراضية والحركة المقتربة والحركة المبتعدة طبعا لكل حركة من هذه الحركات دلالات يوجهها مخرج العمل طبعا ولها مصاديق في النصوص المحور الثالث زوايا التصوير وتنقسم إلى زاوية مستوى النظر وفوق مستوى النظر ودون مستوى النظر وزوايا فرعية التي هي عين الطائر ومستوى عال جدا ومستويات أخرى لعفوا زوايا التصوير المحور الرابع آليات تسريع المشاهد وازدواجها وارتكز على الحذف والإشارة والمحور الخامس المنتاج ويقوم على المجاز وأظهار الكلام النفسي والمحتوى الداخلي وقد خلصت الدراسة إلى نتائج كثيرة لكن نذكر شيء مهم أنه أريد للدعاء أن يكون أسلوب حياة للبيت يعني الدعاء بوصفه استراتيجية أريد له أن يكون أسلوب حياة للتغيير الثقافة الثاوية في المجتمع ومن هنا علينا استثمار كل الطاقات والإمكانيات والتقنيات في جعل الدعاء أسلوب حياة لأن هذا ما أراده أمة أهل البيت كي تسود ثقافة جديدة وهذا ما نلمسه في صور وتجليات دعاء الجوشين الصغير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته شكرا جناب بالتغر اشتركوا في القناة